والاستكمال عجلة الحياة العراقية أعلنت خليات الإعلام الأمني شروع القوات الأمنية تأمين الطريق البري للحجم من منفذ عرعر الحدودي إلى محفظة كربلاء وذكرت الخلية في بيان أنه استكمالا لخطتها المرسومة من قبل قيادة العمليات المشتركة بالتنسيق والتعاون مع الجهة المختصة الأخرى فقد شرعت القطعات الأمنية بالانتشار لتأمين الطريق البري الذي يسلكه حجاج بيت الله الحرام من منفذ عرعر على الحدود مع السعودية ويشارك في هذا الانتشار الأجهزة الأمنية المختصة مسنودة بالجهد الاستخبارية ومن المؤمل أن تستمر هذه القطعات الأمنية بواجباتها المكلفة بها لحين تحقيق أهدافها في تأمين جميع الطرق التي يسلكها الحجاج العائدون من أداء فريضة الحج إلى أماكن سكنهم في مختلف مناطق البلاد